لا فرح في غزة في رمضان فقد تركت أجواء الاحتفالات الرمضانية المعتادة مكانها لقصف إسرائيلي لا يفرق بين مسلحين ومدنيين سبعة فلسطينيين على الأقل قتلوا ليلة البارحة في غارات جوية شنها الجيش الإسرائيلي على القطاع مع استمرار إطلاق القذائف من القطاع على جنوب إسرائيل حركة حماس حملت من جهتها في بيان لها الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن تفجير الأوضاع في الأراضي الفلسطينية ورغم تواصل القصف على غزة والذي تتواصل معه عمليات الاعتقال الواسعة في صفوف الفلسطينيين إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو قد لا يقبل بأي تصعيد عسكري يقول هذا المحلل السياسي الإسرائيلي نتنياهو ليس مولعا بالقتال ولم يقم بعمليات اجتياح عسكرية كما فعل أولمارت في لبنان وغزة وهو لن يفعل ذلك إذن هو حاذر ولكنه ليس مترددا وبالتالي أعتقد أنه سينتظر عودة الهدوء إلى غزة وفي حال توقف إطلاق الصواريخ من غزة فنحن لن نرد الفعل الشرطة الإسرائيلية أكدت من جهتها أنها ألقت القبضة على ستة مستوطنين يشتبه في تورطهم في اختطاف وقتل الطفل الفلسطيني محمد بخدير الأسبوع الماضي كما أفرجت عن أحد أقاربه الذي تعرض بدوره إلى التعذيب لدى اعتقاله قبل بضعة أيام